اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة المرسوم بقانون رغم 22 لسنة 2021 بإصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية والمرسوم بقانون بشان قرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والمرسوم بقانون رغم 20 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية وقرر المجلس الموافقة على المراسيم بقانون وإحالتها إلى مجلس الشورى الموقر تعديل المرسوم اليوم يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تعطي مرونة أكبر لإدارة هذه الشركات اللي هي شركات النفط والتابعة للغاز ويلغي أيضاً الازدواجية اللي كانت موجودة يوم كانت تحت مظلة وزارة النفط والهيئة الوطنية للنفط والغاز فمرسوم اللي هو يشرع أن تكون في شركة قابضة للنفط والغاز يزيل هذه الازدواجية يعطي مرونة أكبر يتماشى مع رؤية 2030 الاقتصادية اللي هي تعطي مساحة أكثر الاستثمار من هذا النوع من القطاع في الشركات تم مناقشة المرسوم بقانون متعلق بقانون التنفيذ أعتقد هذا المرسوم راعى الجوانب الإنسانية بشكل كبير منها عدم الحجر أيضاً على أموال الشخص المتعلقة بالإعانات اللي حصلها من الحكومة لأنها تخص الأسرة ولذلك وأيضاً وضع مبلغ معين له حتى يستطيع أن يمارس حياته ويتم الحجر على بقية الأموال وتسديدها للشخص اللي يستحقها من خلال هذا القانون قانون شامل متكامل راح يفتح مجال أكثر أيضاً بالنسبة لطلبة القانون فيما يتعلق بموضوع التنفيذ بالتحديد أسندت بعض المهام للقطاع الخاص ويتم العمل عليه راح يتطبق إن شاء الله في بداية شهر مارس هذا وقد وافق المجلس على المشروع بقانون بخصوص المواد المعادة من مشروع قانون بشأن الصحة النفسية المرافق للمرسوم الملكي رقم ثمانين لسنة 2013 وقرر المجلس إيحالته إلى مجلس الشورى الموقر كما وافق المجلس على إصدار بيان بمناسبة ذكرى ميثاق العمل الوطني وقد تم مناقشة أيضاً عدداً من الاقتراحات برقبة والمقدمة بصفة الاستعجال وقرر المجلس الموافقة على الاقتراحات وإيحالتها إلى الحكومة المهقرة ترجمة نانسي قنقر